اشتركوا في القناة اخر ما يريد المجرم هو وجود شاهد على جريمته وكذلك المعاصي والذنوب كل مننا يتصرف في احسن صورة عندما يكون هناك شهود على سلوكنا فسبحان الله لو فكر كل واحد مننا في اسم الله الشهيد عندها ستتحرك التقوى وتحري الضمير وعشان اكون اهل الثقة لازم ما ارتكب اي معصية لان هناك شهيد فلو تحرينا معنى الشهيد لما ارتكب اي واحد مننا معصية ولما تجرأ اي واحد مننا على ذنب كان من وصية السلف الصالح اتقي ان يكون الله تعالى اهون الناظرين اليك لا تجعل لله في قيمة وهو ينظر اليك ما تجعلين لله قيمة وهو شهيد عليك تخيلي الان عندما نحرك معنى الشهيد فيتحرك معنى التقوى فعندها سيتحرى الضمير وعندها سيتحرك الانسان للتحكم بنفسه وعندها سيكون اهل للثقة اذا تعتبر صفات المحاسبة والمسائلة من اهم الصفات التي ينبغي على المجتمعات تفعيلها هذه التي هي تحفظ الامن في المجتمع هذه وظيفة حفظ الامن تقتضي ان الدولة عشان تحفظ الامن لازم تجمع المعلومات والحقائق واحصاء كل المخالفات والاحاطة بما يجري في المجتمع طبعا احنا نحترم اجهزة الدولة اذا قامت بهذا الدور ما دامت تتم بدون اساءة استخدام وبدون انتهاك للخصوصيات ولا تجمع المعلومات من اجل ابتزاز الناس او من اجل القضاء على العمل الصالح باسم هذه المعلومات جمع المعلومات ومراقبة ما يحدث حولنا امر مهم رئيسي ليس فقط نراقب انفسنا يعني انت في اسرتك وانت في محيط عملك تحتاجون ان تكون على دراية بما يجري حولكم وذلك الله سبحانه وتعالى اعطاكم السمع والبصر والبصيرة وهذه نستمدها كلها من اسمائه الحسنى السميع البصير اعطانا القدرة على ان نحسب ونحصي ونسجل هذا غاب هذا تأخر وهذه كلها من معاني التي جاءت من الاسماء الحسنى التي ضمن اسماء المساءلة والمحاسبة هذه مهارات يحتاجها كل مسؤول في محيط حياته العائلية والعملية وتحتاجها اذا كنت مدير مسؤول عن اداء الاخرين في اي مجال سواء حكومي او غير حكومي هذه معاني مهمة نحتاجها في كل وقت اشتركوا في القناة